فبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر والتي شهدت تصدر حزب العدالة والتنمية لهذه النتائج متبوعة بحزب الأصالة والمعاصرة تناسلت التكهنات بخصوص شكل ائتلاف الذي ستفرزه المشاورات بين الأحزاب السياسية والتي من المنتظر أن تنطلق فور تسمية الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة عن مختلف السينيروهات المحتملة يدور تقرير عبدالصمد الصالح بعد النتائج التي أسفر عنها استحقاق السابع من أكتوبر الانتخابي تبدو الطريق معبدة أمام الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها للعودة لقيادة حكومة جديدة لكن المراقبين يرون أن هذا الخيار لن يكون الأول على لائحة السيناريوهات المطروحة أمام حزب العدالة والتنمية الذي تصدر المشهد ب125 مقعدا نتيجة الإشكالات التي عاشتها الأغلبية الحكومية في سنتها الأخيرة أحزاب الأغلبية الحالية وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تملك في مجلس النواب الجديد 201 من المقاعد بزيادة ثلاثة مقاعد عن الأغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل الحكومة والبالغة 198 مقعدا سيناريو ثاني يطرحه المحللون لتشكيل الحكومة في ظل ترجيح عدم تفضيل حزب المصباح لوجود حزب الحمامة إلى جانبه في الحكومة الجديدة يتمثل في العودة إلى التحالف مع حزب الاستقلال الذي يملك 46 مقعدا في البرلمان مما سيرفع عدد مقاعد الأغلبية الحكومية إلى 210 مقاعد كما سيكون بالإمكان تشكيل حكومة جديدة بتحالف ثلاثة أحزاب فقط في حال ذهاب حزب التقدم والاشتراكية إلى المعارضة ضمن الصيناريو الأخير حيث تملك الأحزاب الثلاثة الأخرى بالكاد أغلبية من 198 مقعدا ولأول مرة سيكون بالإمكان حسابيا تشكيل ائتلاف حكومي من حزبين في حال قرر حزباء العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وضع خلافاتهما جانبا والدخول في تحالف يحصد أغلبية مريحة ب227 مقعدا لكن هذا السيناريو يبدو الأبعد عن التحقق في نظر المراقبين في ظل إسرار الطرفين على استحالة التحالف بينهما سيناريوهات أخرى مطروحة أمام حزب المصباح الذي تصدر نتائج الانتخابات على ضوء تنصيس الوثقة الدستورية على تولي الحزب الأول قيادة الحكومة لكنها تبدو أقل راهنية في نظر المحللين من السيناريوهات السابقة